هرجع تاني لإنه الحياة الشهر يعني رغم ثوابه العظيم ورغم حرص المسلمين والمصريين حتى خاصة لهم تقص مختلفة ليكون بمثابة الفرصة أحيانا البعض ياخد الشهر كله أجازة يا فضل الدكتور أحمد يذهب إلى العمل المتأخر لا يؤدي بنفس الروح وبنفس الطاقة قابلنا بعد العيد بقى وعليك خير إن شاء الله خير يعني حك بدائي وهل الإنسان برضو يعني إحنا قلنا إذا كان بيؤدي بنفس الكفاءة فبيثاب والجزاء من جنس العمل أو على قدر المشاقة طب إذا كان بيتقاعس أو يعني يا رمارك سألت على أشياء متعددة يعني أحب ياخد أجازة بياخد أجازة من رصيده وحور واخرص أنا مش بتاع الشغل في رمضان ده بياخدها من أصيرها يا محاوج أجازة استنوية الرمضان خلاص يعني دحقه حتى بالقانون لكن اللي بيقولك لا أنا ما بشتغلش في رمضان أو أنا بتعمد إن أنا مثلا أتقاص عن العمل في رمضان طبعا أنت كده بتعرض سواء بصيامك أصلا للنقصان طبعا لأن تقصيرك في عملك الواجب عليك الأبعد هذا لا يرضي الله ومدام لا يرضي الله يبقى معصية مدام معصية يبقى أنت خليت صيامك مقرون بيه حاجات ما ترضيش ربنا وإحنا عاوزين الصيام يبقى مش مرقع عاوزين الصيام تمام ويبقى مش صيام العامة يبقى من صيام الخاصة أو خاصة الخاصة قالوا إن الصيام تلت درجات صيام العامة وصيام الخاصة وصيام خاصة الخاصة الإمام الغزالي يقسم هذا التقسيم في إحياء علوم الدين صيام العامة اللي هو ترك الأكل والشرب وشهوة البطن والفرج وخلاص بس لكن فيش منع يغتاب يبص الوحدة في الشارع يعمل زنب بس هو بس بلط الأكل وشرب وفيه مثل هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام رب صائم نحظه من صومه الجوع والعطش لكن ما لكش سواب أما الصيام الخاصة فهو الصيام عن الصوم الأمور اللي يجب تركها ومعاها كمان لتفسد الصوم يعني ومعاها كمان الكف عن الزنوب والآثام والمكروهات لهام الزنوب ولهام المكروهات وهصوم ظاهرا وباطنا صيام خاصة الخاصة دي بقى حاجة مرتبة عليا جدا جدا ده يصوم عن كل ما لا يوصله إلى الله أي شيء لا يدخل عندي في بند الطاعة مش هعمله ده جاب اللي قبليه كمان تضمن اللي قبليه فإحنا عاوزين الناس ترتقي بالصيامها علشان الصوم لا يأتي يوم القيامة فيضرب به في وجه صاحبه